منظومة مشاريع متكاملة في المنطقة الشرقية تدشن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حافظه الله لتأسيس مدينة رأس الخير كمنصة تدعم النهضة التنموية والتعدينية للاقتصاد الوطني وتضم المشاريع محطة رأس الخير وهي أكبر محطة في نوعها في العالم لتحية المياه بإنتاج مليون متر مكعب يتمنق لها بخطوط للرياض وحفر الباطن بطول 1240 كم إضافة إلى إنتاج 2400 ميجاوات من الكهرباء بطريقة لإنتاج المزدوج وتضم رأس الخير مجمع لصناعة الأسمد الفوسفاتية بهدف استخراج وتقنية خام الفوسفات حيث يمتلك المجمع القدرة على إنتاج مركبات فوسفاتية تستطيع تسميد 70 مليون هكتار من الأراضي بطاقة 200 مليون طن ويضم المجمع مصنع الفوسفات بطاقة 3 ملايين طن سنويا ومصنعا لحامض الفوسفريك بطاقة تتجاوز المليون طن لمعالجة الفوسفات بالإضافة إلى مصنع لتخزين الكبريت المنصهر وآخر لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة مليون ومئة ألف طن سنويا ويضم مشروع رأس الخير مصنع الألمنيوم وهو واحد من أكبر مشاريع التعدين في العالم وأكثرها تكاملا حيث يضم أول منجم لخام البوكسايت في الشرق الأوسط بطاقة 4 ملايين طن متري إضافة إلى مصفات الألومينيا وهي أول مصفات من نوعها في الخليج لتصوية خام البوكسايت وتحويله إلى ألومينيا ومن المنتظر أن تسهم هذه المشاريع الأملاقة في إضافة منظومة لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوطين التقنية وتوفير آلاف الفرص الوظيفية في كل مجمع فيها مع التأهيل وتطوير والتدريب على أحداث التقنيات العالمية